على ذكر القائد صالح هناك تصرحات سيد محمد العربي زيتوت البعض بيراها متنقضة للقائد صالح قائد صالح اتكلم عن تمسكه بالحل الدستوري والانتخابات وبعد كده اتكلم عن فتح باب التفاوت ماذا يحدث؟ هو يعتقد ان القوى الخارجية تدعمه وبما ان القوى الخارجية تدعمه من الخلف فرنسا امريكا روس صين بالمناسبة كل متفقين كل متفقين ما فيش حد من القوى العالمية الكبرى يدعم الشعب يدعم الشعب لا مش ما يدعم الشعب يعني نترم يعني محايد كلهم لان على كل هؤلاء بل ان اموال الجزائر صرفت على دويلات مثل الامارات الامارات نهبت من الجزائر ما لا يمكن تتصوره ما لا يمكن تصوره ازاي؟ الآن اعطوهم ميناءين ميناء العاصمة وميناء جنجن هؤلاء الميناءين تقريبا كل السرع الجزائرية تدخل عبر هؤلاء الميناءين بل حتى بعض السرع التي تروحها على افريقيا تدخل من هؤلاء الميناءين سيطرت الامارات على الميناءين بمعنى انها تدخل ما تشاء لمن تشاء كيف ما تشاء واذا اضفنا انها استولت على نصف شركة التبغ التي هي كانت شركة مربحة ووضعت شخص من اصول يمنية اماراتي اسمه شيبان وهذا شيبان اخذ سويت ملكية في الشيراتون واصبح يشتري ذمم المسؤولين الجزائريين من حوالي 15 سنة لان ابو تفليقة كان مستشارا عند الامراء مستشارا طبعا هذه الاسم الرسمية الاسم الشيك الاسم الشيك لما كان يجب ان يدخل السجن لانه تهم سنة الثمانين بالاختلاسة الاموال في ذلك الوقت ذهب الى امير قطر فاشترالوا شقة في باريس الامير السابق قالوا انهم امطردون الجماعة وانا ليس لدي ما املك اشترالوا شقة في السازيام ارونديسمو في المقاطعة السادسة عشر بباريس وذهب الى الاماراتيين واعطوهم مستشار لكي يعطوه اموال بلا حدود وبدأ يتنقل ما بين جونيف باريس دبي واحيانا يتمسح في عتبات دمشق لان ابو تفليق الشيعي مع الشيعة وسني محافظ وسلافي مع السنة والليبرالي متقدم مع الليبراليين وهو يعطي لكل من يريد ما يريد ان يسمع بكل اسف والم الجزائر التي صنعت ثورة عظيمة حررت المنطقة وحررت جزء كبير من افريقيا هل تعلم يا سيد معتز ايه ان في ستة وخمسين فرنسا اضطرت ان تعطي الاستقلال لاثنعشر بلد اثنعشر بلد عربيا وافريقيا لكي تواجه الثورة الجزائرية بتخفف على كاهلها من عبء اللي تستطيع ان تتفرغ لمقاومة الاحرام نعم اللي جاءت بكل جيوشها من الدول الاخرى بل جاءت حتى بالمرتزق السينيغاليين وغير السينيغاليين الجزائر كانت الجزائر كبرى وما زالت بالضبط ولذلك هم كانوا يقولون انه اذا خسرنا الجزائر خسرنا الامبراطورية وهذا الذي حدث حينما خرجت فرنسا منكسرة تحت ضربات الرجال خسرت الامبراطورية ولكن لان فرنسا داهية خاصة مع ديجول يومها عاد سياغة من يحكم ودفع بهم خاصة الذين كانوا يقاتلون في صفوف جيش فرنسي ليصلوا الى هرم السلطة ويستولوا على نظام الحكم وبنظام الحكم استولوا على الدولة وبالدولة ذبحوا الشعب في حرب قذرة شديدة القذارة كان احيانا يقتل فيها اكثر من الف شخص في الليلة الواحدة اذا الحقيقة ان الهجمة الدولية على الجزائر ليست لعبة هم يعرفون التاريخ الجزائر كانت سيدة البحر المتوسط في القرن السابع عشر والثامن عشر واجزاء من القرن التاسع عشر قبل ان تستعمر يعرفون التاريخ هل تعلم ان بريطانيا وهولندا خاذت حرب بينهم ومشتركة ضد الجزائر في الفين مية ومسطعش وهل تعلم ان الامريكا كانت تدفع الجزية الضرائب للجزائريين البلد الوحيد اللي كانت امريكا تدفع له جزية لكي تعبر عبر البحر المتوسط كانت للجزائر وهل تعلم ان الجزائر كانت يومها اجتمعت كثير من الدول الاوروبية لكي تتحدث عن خطر البرابرة كما كان يسموننا القراصنا ليخرجونا من التاريخ يعرفون التاريخ ويعرفون ان البحر المتوسط هو قلب العالم وان الجزائر وليبيا ومصر هم في هذا القلب ولذلك وجب ان يضعوا على رأس هذه الدول دماء جواسيس خوانا وانازنوا كلماتي خوانا وستتكشف تكشفت بعض الامر الان ومزيد من تكشف تعرف ماذا قال احد كبار شخصيات النظام بعدما سقط بوتفليقة بيوم واحد قال نظام بوتفليقة السرطان هذا كان شخص الثاني بعد رئيس الوزراء في حزب الارندي نظام بوتفليقة السرطان ستسمع العجب في الايام القادمة على نظام بوتفليقة وما فعل في الجزائر وقبله جنرالات الجيش الفرنسي وما فعلوا في الجزائر هنا حرب وجودية في واقع الامر لكي تقوم لهذه المنطقة قائمة أو لنظل عبيد مستعبدين كما ظلينا في هذه المائتي السنة الأخيرة موسيقى